السلام عليكم ورحمة الله الأخوة للمنصة التباصلية منتدر الحبار الصحراوي تحياتي لكم كاملين مرحبا بكم محمد فاضل هنا تجمد اعترافها بالدولة الصحراوية هذا ما هو ما هو التجميد الأول ولا أظن أنه يعد لخير يعني هذا التجميد في الضرفية الحالية اللي يامس يامس يقال أن يامس الولايات المتحدة الأمريكية أعدت مسودة قرار مجلس رامل اللي لا يصدر يوم الثلاثين أكتوبر مع الثالثة مساء بتوقيت نيويورك اجتماع اللي يخلق اللي يقدم فيه رميل العام تقريره بناء اللي حاطة ديميستور اللي شفنا هذا النهارات مستاش بالتالي هذا التجميد جاي في وقته في وقته ملي مناسب بالنسبة لهذه القضية ما أره ما جاء بريء مثلا والناس عندهم ثمانية عربية ساعة قوم السفارة والله يشنهي يكرسوا كفتوا قوموا ماشي وهذا المثال ما دائما نشوفوه اللي أنا أريد تظهر هنا أنا أريد تجمد هنا في الوقت اللي ما بكتشفنا اعتراف جديد من والا سفير يقدموا راق اعتماد جديد معناها أن القضية ماشية فأنا أقوص الزايد من واحدين ونقص من واحدين فراحتنا أنا هذا الفشل الدبلوماسي ما هو لا فشل إلى الجزائر ما لا هو فشل إلى الجزائر والجزائر فاشلة ما لي أنا أقول لك عن الجزائر فاشلة وني أعطيك عليها الدليل ديمستورا ملين اقترحها عادة إحياء مقترحة عبدالعزيز بالتفريقة اللي في خيار التقسيم وراه سول وزير الخارجية المغربية مثل الناس البوليطة قال بغير نعرفه من قال هالو فذنه من هو حاله هذا والله من من حرده عليها والله من قال له قوله قطعا إنها لا بدها تعد للجزائر لأنه بنفسه ديمستورا قال عنا هناك دول إقليمية محلية ودولية ناقشت معها القضية وأغلب الدول زين عندها خيار التقسيم وهذا خيار كان جزائري وإذا افترضنا والله قعم متأكدنا أن الجزائر هي اللي طلبت منه إحياء هذا الملف معناها أن الجزائر ضعيفة قعم الجزائر حاسة بضعف وحاسة بقوة المغرب لأنه النارد ما هو لي مرق وبالتالي حاولت يائسة إحياء هذا المقترح مقترح التقسيم كان المغرب يدخل هريك والمغرب العكسة لكن ما زدت وقع في اقتراحات كل ما جاء مقايس لك السماء طالع 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 مولي طالع مولي بالشروط وطالك أربع 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 شروط منها أن هناك خطوط حمراء ما هو خط أحمر واحد وهناك على النوع الحكم الذاتي هذا نقطة وصول مع هاي نقطة بداية وعلى أنه في نفس الوقت المولي تفاصيل اللي يتعطى اللي يتعبر على الطرف وهو طرف واحد يعني انخيراتها في هذا وتعبرها المولي علينا تقول نحن رأنا نريد الحفظ حق دلنا نقصوا نقصوا هالتفاصيل فاصلوا في ذلك العرب العرب المغربية يتحدث من موقع قوة هتوقع من قرار مجلس سلم الجاي عنده ليستند الياسر من المستجدات ويبني عليها هذه قضية الكوادور يبني عليها الموقع الفرنسي ويبني عليها 110 دول حد الساعة مطار أيدي الحكم الذاتي منها 19 من أصل 27 من الاتحاد الأوروبي وهذا كامل اللي لاي ما رقوا حد اللي لاي ما يزرقوا حد عنهم في الحسابات بينما في المقابل ماذا عندهم عندك ولو عندك ما هو شيء من العلايات مساكينات متقانيات فم أكثر راياتهم من مهمتي يحيوا لهم شيء من ذيك الامجاد القديمة استعراض عسكري هنا وشيء من الهول صراحة اللي مات لها مات لها مات لها مني توفي الحفلة ترجع عليك الامرة البنطرة ترجع على دارها هو نفس الواقع نفس لم يتغير شيء وله لا يتغير تالي لما يتحدث يكذب على لوليات مساكينات انت يا راهي مولي جريبة كيف حق لوليات مرحبا وصلاة تحياتي ركو حمد صادم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر